لحد هذه اللحظة هو اقرب الى بارشلونة من ريال مدريد بداية ما اسمه السينيو اسمه ويليان ولكن لقبه وبسبب مركزه يشبه مركز لعبيه سوى امكانياته في البرازيل بيطلقوا عليه لقب السينيو اللعب موليد 24-4 من عام 2007 عمره 16 سنة بيتصار عليه كيللاندي الكبرى بما في يون ماشيستر سيتي ريال مدريد بارشلونة وباريس سان جرماني اللعب يخط لجوم تقريبا عنده الامكاني والاستطاع يلعب بكل مركز خط الهجوم سواء على الجناح الايمن وهذا المكان الاساسي لقلو ويلي بيفضلو او حتى لقم تسعة او حتى جناح ايسار وبإمكانه يلعب كم مهاجم تاني يعني خان اولى عشرة او حتى تسعة ونص اللي بيميز اللاعب هو الذكاء بتاعه والمهارة بتاعه وانه لاعب بالملعب بيعرف شو اللعب يعملو ماهنه لاعب مهارة عشوائي على الرغم من صغر سنه لانه بيحاول استعرض مهارات يعني هو بالنهاية الامر لاعب برازيلة وبالتالي هو لاعب مهارة بيحاول يستعرض ولكن بالمخ وبالذكاء بتاعه ما عنده اوفر كتير بالمراوغات دائما المراوغة تبعيته بتكون ايجابي لصالح الفريق فيه تفاعله كتير كبير داخل اعلام برشونا انه هيحشم الصفقة بسبب انه اللاعب قدوته اليونيل ميسي وبحب بيسي وبالتالي هو بيحب برشلونة ولكن ما ممكن نستبعد ابدا انتقاله الى ريال مدريد لو دخل الريال مدريد في السنوات الاخيرة شفنا برشونا وريال مدريد دخلوا على صفقات مواهب وكان الانتصار فيها الريال مدريد بسبب وضع الاقتصاد تبع ريال مدريد للمرتاح اكتر وممكن ينبلبي متطالبات لاعب شب على عكس وضع برشونا خلونا حاليا فامو حاجة وفامو السينيو اعطونا اليكم باللاعب بالتعليقات وكالعادي يزحب التابع عن مدريد بدون اي تقطيع اليكم الرابط بالبايو سلام